وأهل الفتن ما زالوا يشغبون وينقلون الكلام ويتعرضون للمسلمين الغافلين من كلا البلدين حتى يشعلوا الفتنة فهم يريدون أن الفتنة تنتشر بين الناس وكثير من هؤلاء إنما هم من الفرق المنحرفة والناس الذين لا يريدون خيرا لهذه الدولة ولا لشعبها ونقول لكلا الشعبين ولكلا الأخوين من دولة الكويت ودولة مصر اتقوا الله فإنكم بكلامكم هذا ستحملون آثاما عظيمة لا تعلمون مدى عظم ما تتفوهون به ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الفرية من أعظم الفرية أن رجلا يهجو قبيلة بأسرها فهم كل فرد من هذه القبيلة يقتص منه يوم القيامة فالذي يتكلم في الشعب الكويتي على العموم أو يتكلم في الشعب المصري على العموم فهذا الأشك أنه من الظلم وعدم التوفيق من الله عز وجل لهذا العبد فإن لسانه لا يجره إلى خير وسوف يعود كلامه وبالا على نفسه فليس المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء فطهروا السنتكم وطهروا قلوبكم فإن هؤلاء هم الذين يشعلون الفتن شرذمة قليلة ضعفاء النفوس وأنتم أكبر من هؤلاء أن يخدعوكم أو يجروكم إلى هذه الفتنة حتى تكونوا أنتم وقودها فاتقوا الله وخافوا الله عز وجل وراقبوه فإن الله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن انظر إلى كلمة أحسن يعني أعلى شيء وأفضل شيء عندك من الكلام قل فهذه وصية الله عز وجل لعموم الناس وإذا كان الإمام مالك رحمه الله سأله رجل وقال له هل للكافر غيبة فقال الإمام مالك رحمه الله يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنى فاستدل بعموم الناس على أن حتى الكافر لا يغتاب فكيف بالمسلم والأعظم من ذلك كيف إذا عمم القول فأنتم يا إخواننا من كلا الشعبين أنتم أرقى وأطهر من هذا الكلام الذي يدار وتتناقلها الألسن والقنوات ويبث عبر المقاطع أنتم أعظم وأجمل وأنقى من هذا الكلام فاتقوا الله ولا تجعل هذه الفتنة تمر عبر ظهوركم فإذا أتتك من هذه الشائعات أو من هذا الكلام فاطمسه ولا تنقله ولا تذيعه فإن هذا قد يكون يدخل في قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فقد يكون نقلك لهذا الأمر أنك تحب أن تشيع الفتنة وتشيع ويشيع هذا الفحش والتنابس بالألقاب بين المسلمين فتدخل في هذه الآية فاتق الله واحذر من كلمة ربما تجرك لسوء خاتمة الحمد لله كلا الشعبين محباً محباً لبعضه وقد غاض هذا الحب وهذا التآلف وهذه الألفة غاض بعض المنافقين وبعض الجهلة المقرر بهم والذين ليس عندهم من معرفة مواطن الفتن ومعرفة آثار هذا الكلام ليس عندهم شيء وليس عندهم معرفة فهم لا يقدرون الأمور ولا يقرؤونها قراءة صحيحة فأسأل الله عز وجل أن يكف شر هؤلاء وأن يجعل التآلف والتراحم بين الشعبين موجودة هو القادر على ذلك ولنجعل نصب أعيننا تقوى الله عز وجل ولنجعل إمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض اليهود السام عليك يا محمد فقال وعليكم فاغتاضت عائشة من هذا المكر اليهودي فقالت وعليكم السام واللعنة ابناء القردة والخرازير فقال يا عائشة ما يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش البذيء قالت يا رسول الله أوما تسمع ما قالوا قال أوما سمعت ما قلت فإني قد قلت وعليكم فإذا كان هذا في شأن اليهود المغضوب عليهم وكلامهم في مقام النبوة عظيم ولم يكن من رد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ردها بدون أن يستطيل عليهم فكيف بالإخوان الذين هم يعتبرون شعبا واحدا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربى الربا أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم هل هل يا إخوان انتبهتم لهذا الأمر الربا كبيرة عظيمة جدا وربما تنفرون من الربا وتبتعدون منه بعدا عظيما ويقع أحدكم في أعظم الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا ويجعلنا متراحمين متعاونين هو السميع العليم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى